في هذه الجبال القاسية في أفغانستان حيث لم تهدأ أصوات الرصاص والمعارك لنحو عشرين عاما هنا يتمركز الآلاف من مقاتل حركة طالبان في قواعد قبل الانطلاق لتنفيذ هجماتهم في أحد هذه الكهوف وفي غارة أمريكية اكتشفت القوات الأمريكية كميات كبيرة من العملة الخضراء كبيرة لدرجة أثارة الشكوك حول كيفية حصول المقاتلين على كل هذه الأموال بعد ذلك وفي مواقع سرية لاستجواب مقاتلي الحركة المعتقلين يتم الكشف عن معلومات خطيرة الأموال جاءت من روسيا كمكافأة لقتل جنود أمريكيين جندي أمريكي واحد على الأقل قتل نظير هذه المكافأة هذا هو تقييم الاستخبارات المبدئي ولكن المعلومات لم تكن ذات مصداقية كاملة مجرد معلومات محاطة بالتكاهنات لا أكثر بحسب ما تقول وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية صحيفة نيويورك تايمز قالت أنه تم إطلاع الرئيس ترامب على هذا التقييم في التقرير اليومي وهو ما نفاه الرئيس بشدة ترامب قال أن التقييمات كانت أولية وسخيفة لذلك لم تصل إلى مكتبه أبدا وقال أن نيويورك تايمز تقدم أخبارا كاذبة على الفور رفضت روسيا وطالبان ما أوردته نيويورك تايمز ولكل أسبابه فروسيا قالت أن الأخبار لا أساس لها من الصحة وتقول طالبان طبعا ستنفي وتقول طالبان أن مجهودها في أفغانستان ليس مدينة لخدمات أي جهاز استخبارات أو أي دولة أجنبية أي إنها تقاتل لبلدها كما تقول ترجمة نانسي قنقر